أرسلت لنا شاومي جهازها الرائد الجديد شاومي 13T برو قدمنا مراجعة سريعة عن الجهاز فور صدوره بشكل رسمي لكن كنا ننتظر وصوله لنجرب كل الخصائص التي سوقت لها الشركة في المؤتمر بعد استخدامنا له لفترة كافية تكون عندنا انطباع عام أثار إعجابنا فيه مجموعة من النقاط المهمة في هذا التقرير نستعرض لكم أفضل 6 مميزات أعجبتنا في شاومي 13T برو الجديد أولا تصميم جذاب ومصنعية صلبة يعتمد عليها مظهر الجهاز يتحدث عن نفسه اللون والملمس الجلدي الزجاجي يجعل الجهاز خاطفا للأنظار تجربة الاستخدام أيضا مريحة حتى بعد حمله لفترة طويلة بفضل وزنه الخفيف نسبيا والبالغ 208 جرامات للملمس الزجاجي المتوفر لدينا مصنعيته المتينة تحمي من الخدوش أو الصدمات التي قد يتعرض لها هاتف في الحياة اليومية حتى في الأمام يأتي محميا بطبقة من زجاج غوريلا غلاس 5 ليست الجيل الأحلث لكنها ما تزال صلبة خيار اللون الذي وصلنا لا يظهر عليه أثار الوصمات في الظهر نقطة مهمة تجعل الجهاز يحافظ على أناقته ومظهره الجذاب ومما أنه رائد فلا مشكلة أن يتعرض للماء أو الغبار بحصوله على معيار IP68 في الأخير يمكن القول أن تصميم الجهاز ومصنعيته أخذ علامة كاملة من وجهة نظرنا ثانيا شاشة متكاملة صالحة لكل الاستخدامات وسبيكر قوي قدمت شاومي شاشة أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة Full HD بلس بكثافة تصل ل446 بيكسل في كل إنش دقة عالية على شاشة أموليد تعطي تجربة مشاهدة ممتازة بألوان واقعية ولون أسود لكن بتفاصيل حادة لن تجدها في أي هاتف الشاشة تأتي داعمة لألوان DCI-P3 ما يعطي للألوان المعروضة عمقا وواقعية أكثر ولمحبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات على منصات البث مثل نيتفليكس فالشاشة تدعم تقنيتين HDR10 Plus وDolby Vision التي تعزز من تجربة المشاهدة على المسلسلات المتوافقة مع التقنيتين وتجعل الألوان أكثر سطوعا وإشعاعا أثناء استخدامنا للهاتف في الأوساط المفتوحة لم نواجه أي انزعاجات أو صعوبات في رؤية محتوى الشاشة بفضل سطوعها الذي يصل لـ 2600 شمعة كحد نقص وحتى في تجربة الألعاب الإطارات كانت تعرض بسلاسة وبدون تقطيعات بفضل معدل التحريث الذي يصل لـ 144 هرتز يمكنك تفعيله عند الحاجة أما في الاستخدام العادي واليومي للجهاز يفضل أن تبقيه على معدل تحريث 60 هرتز النموذجي تجربة المشاهدة واللعب تعتمد أيضا على جودة السماعات الجهاز مزود بسماعاتي ستيريو يقدمان تجربة استماع جد مرضية أثناء اللعب أو المشاهدة يمكنك تفعيل خاصية دول بأتموس لتجربة أفضل ثالثا أداء قوي وتجربة لعب ممتازة استعانت شاومي بمعالج دايمن سيتي 9200 بلاس من ميديا تيك المعالج يأتي بثماني أنوية ومصنع ممارية 4 نانومتر في التجربة العملية قدم الجهاز أداء لا يعلى عليه في فئته السعرية التنقل بين التطبيقات سريع جدا واجهة MIUI 14 المبنية على أندروي 13 تحسنت للأفضل ولم نواجه أي مشاكل أو بطء في المهام العادية المطلوبة من الجهاز الرائد في 2023 النسخة التي وصلتنا تأتي برام 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X وساعة تخزين 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 يوجد خيار 16 جيجا بايت رام لمن يريد الاستفادة من ذاكرة عشوائية ورام أكبر لكن استخدامنا لهذه النسخة كان مرضيا جدا حتى في الألعاب معدل التحديث العالي ومعالج رسوميات Immortalis G71 بالإضافة لغرف التبريد البخارية أعطتنا جهاز ألعاب بمعنى الكلمة لم نشهد أي ارتفاع مريب في درجة الحرارة حتى مع اللعب المكثف وبقي الهاتف محافظا على سلاسة الرسوميات والسرعة في استجابة الأمسات حتى مع حصص مطولة من اللعب رابعا كاميرات لايك المتطورة والقدرة على تسجيل فيديوهات 8K تأثير لايك واضح على هواتف شاومي آخر فترة مع T13 Pro جاءت الكاميرا الرئيسية 24 مليمتر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة 1.9 تدعم التثبيت البصري OIS شاومي أحسنت في إبقاء تطبيق الكاميرا بسيطا على المستخدم دون إيقونات في كل جانب لكن الثناء الأكبر يرجع للايكا لفلاتيرها الواقعية التي تعطي صورا رائعة بتفاصيل حادة وألوان حقيقية يمكن الاختيار بين نمطين نمط أثنتيك يبقي على الألوان الحقيقية للعناصر كما هي على الأرض الواقع وخيار Vibrant الذي عند تفعيله ستلاحظ بعض التعديلات التلقائية على الصورة كالرفع من شدة الألوان وبشكل عام أعجب أن تباين الألوان والتعامل مع المناطق المظللة في الصور أيضا يمكنك بسهولة الانتقال لعدسات الأخرى توجد عدسة ألتروايد بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة 2.2 للتصوير بزاوية واسعة وعدسات تيريفوتو بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة 1.9 تدعم التقييم البصري حتى 5 مرات ستحصل على صور ممتازة بهذه النسبة من الزوم بعد التقريب أكثر من 5 مرات ستنتقل العدسة للتقريب الرقمي وتبدأ الصورة بفقدان التفاصيل عدسة التيريفوتو أيضا تقدم صورة بورتري احترافية بالنسبة للفيديوهات الجهاز يدعم تسجيل فيديو بجودة تصل لـ 8K وتردد 24 إطلاف الثانية الفيديوهات تصور بدون اهتزازات وتحافظ على ألوانها الحقيقية صور السلف بكاميرا 20 ميجا بيكسل أمامية أيضا تعد جيدة جدا حتى في الوضع الليلي خامسا بطارية كبيرة تشحن في دقائق يقدم الهاتف بطارية بساعة 5000 ميلي أمبير مع المعالج الذكي في التعامل مع الطاقة نجح الجهاز في الصمود معنا لأكثر من يوم واحد من الاستخدام المكثف وحتى مع نفاذ البطارية كليا يمكنك شحنها بشاحن 120 وط يأتي داخل العلبة وسيشحن كاملا في غضون 19 دقيقة فقط شاومي من الشركات القليلة التي مزالت محافظة على تقاليد تقديم الشاحن داخل علبة الجهاز نقطة تحسب لها بينما أكبر الشركات أصبحت تمتنع عن ذلك وحتى لو أدرجت شاحن داخل العلبة نادرا ما يكون بهذه القدرة الصاروخية سالسا سعر أقل من كل الهواتف الرائدة المنافسة يبلغ سعر نسخة 12 جيجا بايت وساعة تخزين 512 جيجا بايت 2799 ريالا قطريا أي ما يعادل 770 دولارا أمريكيا سعر الجهاز أقل من معظم الهواتف الرائدة المنافسة حاليا شاومي لم تقدم أي تضحيات ملحوظة ومع ذلك نجحت في طرحه في السوق بهذا السعر الهاتف مطروح الآن للطلب المسبق إن قمت بطلبه الآن ستحصل على سكوتر مي سكوتر فور جو هدية مجانا ستجد رابط الشراء أسفل في أول تعليق ما رأيكم في شاومي 13T برو الجديد؟ هل يكون الملك الجديد للفئة الرائدة ويتغلب على هواتف أغلى منه بمئات الدولارات؟ شاركونا أراءكم أسفل في مكان التعليقات اللايك والشير وسيلة جيدة لدعمنا معنويا إلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا